أيضاً التقى وزير الخارجية على هامش أعمال القمة التنسقية للاتحاد الأفريقي نظيره التنزني جنواري يوسف مكامبا حيث بحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وأشاد وزير الخارجية بالتنامي الذي تشهده الاستثمارات المصرية في تنزانيا خلال السنوات الأخيرة مؤكداً حرص القاهرة على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية من خلال إقامة مشروعات في قطاعات حيوية بالنسبة للبلدين واستعرض الوزيران مجالات التعاون المتنوعة على رأسها مشروع سد جوليوس نيريري الذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات مصري كما شهد اللقاء أيضاً تبادل وجهة النظر حيال العديد من القضايا على الساحة الإفريقية والإقليمية والدولية لسيما مستجدات الأوضاع في دول القرن الأفريقي مع التأكيد على توافق البلدين حيال بذل الجهود الحسيثة لإجاد حلول ناجعة لتلك القضايا